لا يمر يوم على العراقيين إلا واستذكروا تلك اللحظة التي انقلبت فيها عقارب الساعة عائدة للوراء سميت آنذاك غزوا ثم احتلالا تبلور لاحقا إلى عملية ممنهجة لتدمير العراق عبر الاحتلال وحكوماته نحن البلد الوحيد الذي ماضيه أفضل من حاضره في كل المجالات في التعليم في الزراعة في الصناعة نحن اليوم كل ما مرت سنة تأخرنا أكثر وذلك بسبب فشل الحكومات التي مسكت السلطة من 2003 ولحد الآن محاصصة طائفية عدم وجود كفاءات لاستلام مناصب لذلك نحن اليوم نعيش الضياع والتشتت ولكن عندما جاءت أمريكا عام 2003 دمرت البنى التحتية ودمرت العراق ولا زال العراق اليوم يتدمر في ظل هذه السياسات المتخبطة وعدم وجود رؤية وستراتيجية لبناء دولة العراق بسبب هذه الصراعات على الكراسي النظام السياسي الذي أنشأه الاحتلال كان برأي الكثيرين مأزوما وتحمل مسؤولية الانهيار الذي عاناه العراق على مدى الأعوام الماضية على مدى 18 عاما و7 حكومات متعاقبة لم يجن مواطن العراقي إلا مزيدا من الخدلان والانكسار في ظل هذه الحكومات على جميع المستويات الأمنية الصحية التربوية الخدمية كل هذه الحكومات التي كانت تدعي بأن القادم خير ووعدتنا بأن القادم سيكون كجمهورية إفلاطون إلا أنها بنت وأسست على أن يكون العراق من سيء إلى أسوأ العراق اليوم يعاني الأمرين ملاسيما وأن أغلب هذه الحكومات لديها ارتباط خارجي ويتطيع عوامر الخارج أكثر من الداخل كالعبد المطيع لسيدة لذلك اليوم الوضع في العراق أصبح سيء جدا آثار الاحتلال ظهرت في مختلف جوانب الحياة ودفع العراقيون ثمن الاحتلال بفاتورة طويلة وباهظة طوال تسعة عشر عاما من المأساة ولا أمل بالأفق من أين أبدأ؟ قطع الصحي، تعليمي، خدمي، اجتماعي، العسكري، الاقتصادي من شنو أبدأ؟ عندي نهرين ميت عطش عندي أرض سهر رسوبي مفتوحة لقاع كليتها ما عدنا بيوت قاعدين بيها عدنا خيرات جوانب، بحار من ذهر قاعدين فوقها ونحن جوانين عراق ما بعد الاحتلال بات أنموذجا قاسيا لبلد احتل بالقوة وفقد الإنسان حقه بالعيش الكريم والحرية والتعبير فضلا عن حقه في الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر